بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم وقتف أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أرحب بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن هذه الغزوة وهي غزوة فتح مكة هي الفتح الأعظم الذي أعز الله سبحانه وتعالى به دينه ونبيه وجنده وحزبه الأمين كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الماتع زاد المعاد في هدي خير العبادة وذكرنا أن سبب هذه الغزوة أنه في سنة ثمانية من الهجرة وبالتحديد في شهر شعبان أغارت مجموعة من رجال قبيلة بني بكر وهم في حلف المشركين على قبيلة خزاع الذين هم في حلف المسلمين وقد ذكرنا أنه كان هناك صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي وكفار قريش كان في عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وكان من بين بنود هذا الصلح وهذا الميثاق أنه توقف الحرب عشر سنين وأنه من دخل في حلف المسلمين فهو آمن ومن دخل في حلف المشركين فهو آمن ولكن اعتداء قبيلة بني بكر على قبيلة خزاع نقط هذا العهد وهذا الصلح وهذا الميثاق ومن أجل ذلك عزم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى مكة لفتحها فأحست قبيلة قريش كما ذكرنا في الحلقة السابقة بالخطر فبعثوا أحد كبرائهم وهو أبو سفيان ليجدد الصلح فأراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكلم خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه فلم يفلح وأراد أن يكلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يفلح وأراد أن يكلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يفلح فرجع إلى مكة خائبا خاسرا ذليلا هنا عزم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى مكة والتهيء للخروج إلى مكة وكان قوام خروجه مع جيش من المسلمين قوامه عشرة آلاف مقاتل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عشرة آلاف من صحابته رضي الله عنهم أجمعين إلى مكة لفتحها وتطهيرها من الشرك ومن أدرا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج وأن لا يصل الخبر إلى قبيلة قريش ولكن قام أحد الصحابة وهو الصحابي الجليل حاطم بن أبي بلتعى رضي الله عنه وكتب برسالة إلى قريش أوصلها عن طريق امرأة من النساء ووضعتها على قرون في رأسها حتى تصل بهذه الرسالة إلى قبيلة قريش فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ووحي إلى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة فبعث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والمقداد رضي الله عنهم أجمعين إلى هذه المرأة حتى يأخذوا هذه الرسالة وفعلا انطلق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمقداد رضي الله عنهم أجمعين حتى وصلوا إلى هذه المرأة قبل أن تصل إلى مكة وإلى قبيلة قريش فطلبوا منها أن تعطيهم هذه الرسالة وطلبوا منها إن لم تعطيهم هذه الرسالة أن يفتشوها فعندما رأت منهم الجد أعطتهم هذه الرسالة وفعلا رأوا أن هذه الرسالة من الصحابي الجليل حاطم بن أبي بلتعى رضي الله عنه عدنا إليكم بعد الفاصل إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات من خلال برنامجكم من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فعندما علم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكذلك المقداد رضي الله عنهم أجمعين بهذه الرسالة أتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حاطم بن أبي بلتعى رضي الله عنه استدعاه وذكر له وقال له لما فعلت ذلك يا حاطم فقال له أن لي عشيرة ولي أهل هناك فأردت أن يحمونهم قبيلة قريش حتى لا يغارون عليهم فهنا عندما رأى أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه هذا الفعل من حاطم بن أبي بلتعى رضي الله عنه قال أمير المؤمنين عمر بن خطاب لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله فهنا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لما تفعل ذلك يا عمر ألم تعلم أنه قد شهد بدرا وقد قال الله سبحانه وتعالى لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم فحاطم بن أبي بلتعى رضي الله عنه صحيح أنه أخطأ في هذه ولكنه من أهل بدر ومن من شهد بدرا ولا شك أن الصحابة الذين شهدوا بدرا وهي أولى غزوات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم من الفضل ومن المكان أشيء الكثير فنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأمير المؤمنين عمر بالخطاب رضي الله عنه لما تفعل هذا وقد قال الله سبحانه وتعالى افعلوا ما شئتم فأني قد غفرت لكم فعندما سمع أمير المؤمنين عمر بالخطاب رضي الله عنه هذا الكلام من نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بكى وبكى كل من كان مع نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هنا انطلق المسلمون إلى مكة وقبل وصولهم إلى مكة أشار عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أشار عليه بأن يجعل لأبي سفيان أنه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فهنا دخل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ووصل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعندما وصل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومن معه من المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وكان قوامهم عشرة آلاف مقاتل ابتدأ نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى بالطواف حول الكعبة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة الأصنام وكان عددها ثلاثمائة وستون صنمة فدفعها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وحطم جميع الأصنام صلوات الله وسلم عليه وبذلك طهر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وكذلك الكعبة المشرفة وكذلك المكة المكرمة من الأصنام لأنه قبل مجيء نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الفتح الكبير العظيم وهو فتح مكة كانت الكعبة المشرفة محاطة بالأصنام ومحاطة بأنواع كثيرة من الأصنام منها العزة ومنات وكل هذه الأصنام كانت حول الكعبة المشرفة فطهرها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هناك أعمال قام بها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى مكة وبالتحديد عند المسجد الحرام فما هي هذه الأعمال وماذا قام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين دخوله إلى مكة وإلى المسجد الحرام هذا ما سنذكره بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامجكم من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته